دول المجلس بالعمق والتاريخ المشترك انطلقت عام 1981 في الخامس والعشرين من مايو لعام 1981 ومن قلب منطقة الخليج العربي ولدت فكرة تعاون الرائدة بين ست دول ليتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أصبح رمزا للتضامن والتنسيق في عالم متغير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطالما تمتعت بتاريخ طويل من الوحدة والتعاون بالإضافة إلى ما يجمعها من روابط الدم والمصير المشترك فمنذ إنشاء المجلس عام 1981 عقدت اجتماعات تشاورية لتعزيز التوافق في الرؤى بين قادة الدول الأعضاء ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ومن خلال مجلس التعاون أسس قادة الدول الأعضاء لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي وضعين نصب أعينهم هدفا أساسيا وهو تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والاجتماعي فيما بينهم ومع مرور السنوات تطور هذا التعاون ليشمل العديد من المجالات لقد ركزت دول المجلس على التكامل الاقتصادي كأحد أهم محاور التعاون حيث تم تأسيس السوق الخليجي المشتركة مما ساهم في تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والذي بدوره عزز من مكانة دول المجلس في الاقتصاد العالمي ومع التوجه نحو المستقبل حرصت دول الخليج على أن تكون منصة للابتكار والتكنولوجيا من خلال استراتيجيتها الحديثة والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة لقد أثبتت مملكة البحرين كأحد أعمدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورها المحوري من خلال استضافتها القمم الخليجية والتي ركزت من خلالها على تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية إن تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو تاريخ من الشراكة والتضامن حيث تظل البحرين دائما في قلب هذه الرحلة ملتزمة بتحقيق مستقبل مشترك أفضل لكل دول الخليج